السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما مع المكونات الغدائية يعني برنامج أسرار الأغذية ويعني المكون المكون التام اللي هو اللحوم ويعني هذا المكون طبعا تكلمنا عن اللحوم الحمراء اللي هي الدواجن وحيوانات اللحوم الحمراء يعني أعيد الدواجن والحيوانات كلها لحوم حمراء وتكلمنا يعني السمك اللحوم بيضاء السمك يعني أخرجناه من اللحوم يعني في حلقة لوحده ثم اليوم نتكلم عن شيء غريب جدا ولم لا فبين مزدوجتين حلقة اليوم هي تابعة للحوم ولكن نتكلم عن لحم خاص وهو لحم الحالزون يعني حالزون سنيلز بالإسبانية أغلال بالأمازيغية فهذا الحالزون له تركيب غريب جدا يعني في علم الأغذية لماذا؟ لأنه جاء في الوسط ما بين النبات وما بين الحيوان فتركيز البروتينات 16% يعني 16% هو ما بين العشرين الموجودة في البقوليات واللحوم وما بين العشر وعشر الموجودة في النشويات يعني أمر جيد وأمر هكذا هذا خلق الله يعني هكذا خلق لا يمكن أن يتدخل أحد في هذه الأشياء نحن نعرف فقط لا يمكن لأحد أن يتدخل في هذه الأشياء وهذه المعلومات هي جيدة هذا ناموس كوني ويجب أن نعلم هذه الأشياء فهذه البروتينات ليس فيها دسم مشبع ليس فيها شحوم حلزو ليس لديه شحوم وليس فيه كوليستيرول بمعنى أنه يختلف عن اللحوم تماما ثم من حيث المادة الدسمة من حيث الزيوت هو ليس فيه شحوم لكن فيه زيوت فهو هنا يعود إلى النبات السمك يصنف من حيث الحمضيات هذه الدهنية يصنف مع النبات وسنرى أنه سيكون دهنية أحسن من زيت الزيتون يصنف مع النبات ويصنف مع الأسماك لأن الأسماك لديها زيوت وكذلك النبات فيه زيوت ليس فيه حمض الأوميغا 3 لكن فيه الحمضيات الغير مشبعة يعني هذه الحمضيات الغير مشبعة يعني الأحادية والمتعددة على حد سوى الـ Polyunsaturated fatty acids والـ Monounsaturated fatty acids فيه الـ Polyunsaturated فيه هذه الحمضيات الدهنية المتعددة هي أكثر من الحمضيات الأحادية الأحادية في زيت زيتون الأوليك موجود في زيتون الحلزون هذا في المغرب يعني اللغة العامية في المغرب الببوش سميه هكذا الببوش فهذا الحلزون يعني هذه الحمضيات الدهنية فيه الـ Linoleic-Linoleic Linoleic-Linoleic لأن فيها 2-3 متعددة يعني الـ Polyunsaturated fatty acids ولا شيء في الطبيعة فيه Polyunsaturated أكثر من الـ Monounsaturated يعني لا شيء في الطبيعة فيه Linoleic أكثر من الحمضيات الدهنية الأخرى ولا شيء في الطبيعة الحمضيات الغير مشبعة تفوق الحمضيات المشبعة لا يوجد في الطبيعة لا يوجد فالحلزون هو المادة الغذائية الوحيدة اللي في 57.5 إلى 60% من الحمضيات الدهنية الغير مشبعة الـ Unsaturated fatty acids والحمضيات الدهنية المشبعة تكاد تكون ما بين يعني 15.5 تقريباً هكذا أشياء هكذا غريب والأشياء الأخرى كلها يعني الحمضيات أخرى يعني 57 حتى 60% من الحمضيات الغير مشبعة المتعددة الـ Polyunsaturated هذا شيء يعني مميز في الطبيعة هذا شيء يعني هذه خاصية الحلزون خاصية هذا سر الحلزون يعني لا يوجد في المكونات الأخرى ونحن نعلم أن هذه الحمضيات الدهنية الغير مشبعة لمن الأحادية والمتعددة ولكن المتعددة تعتبر فيتامينات المتعددة هي أقوى من الأحادية الـ Polyunsaturated هي مهمة جداً في الجسم يعني هي الـ Polyunsaturated هذه أقوى من تكاد تكون أقوى من حمض الأوميغا 3 تضايح حمض الأوميغا 3 فهذه الحمضيات الدهنية والزيوت هي حدود نبات الموجودة في الحلزون يعني كما قلت يعني تركيب كيموي غريب جداً في الحلزون لما نصل إلى الفيتامينات نجد أن الفيتامين باء 12 والباء 2 الخاصة بالحيوانات لأن الباء 12 موجود في السمك كأول مصدر ثم السمك الكبير الحجم كأول مصدر ثم في بعض اللحوم والفيطامين باء 2 هذه يعني الريبوفلافين موجودة في الحليب في الألبان يعني اللبن المتخمر فيه أكثر من الحليب ولكن هي تكاد تكون الفيتامين الذي يميز الألبان يعني غريب أنه يجمع ما بين الألبان من الأسماك في الفيتامينات يعني باء 12 وباء 2 مجموعين في الحاجة وحدة يعني شيء يعني عجيب جداً ثم الفيتامينات الأخرى اللي هي البريدوكسين الباء بيتامين 6 اللي يوجد في خشاش الأرض وفي الفواكه والخضر يوجد كذلك في القطاني وفي بعض الحبوب ويوجد في السمك الباء 6 يعني من المميزات يعني الحلزون هذا البريدوكسين والباء 6 نعلم أنه يعمل مع حمض الفوليك مع باء 9 ويعمل مع الباء 12 بمعنى أن إذا اجتمع الحلزون مع مصدر حمض الفوليك فيكون عمل 100% لأن حمض الفوليك يعمل مع الباء 12 والباء 6 ويعمل مع المونغانيس والحلزون فيه مونغانيس وفيه يعني الأملح كلها بوتاسيوم لماذا؟ لأن الحيوان الوحيد الذي فيه بوتاسيوم أكتر من السوديوم هو الحلزون لأن الحيوانات الأخرى فيه سوديوم أكتر من البوتاسيوم من الحليب فيه 23 ميلي جرام من كيوصل حتى 28 ميلي جرام يعني سوديوم النبات فيه بوتاسيوم ليس أكتر إنما السوديوم يكاد ينعدم يعني في النبات النبات هو بوتاسيوم كل ما خلق الله من خشاش الأرض من نبات الأشياء التي تخرج من الأرض كلها فيها بوتاسيوم ليس فيها سوديوم أو شيء ضائي جدا يعني نجد 500 ميلي جرام بوتاسيوم مع خمسة ميلي جرام سوديوم نحن شوية نبالغ لكي نبين للناس أهمية شيء ثم هذا الحلسون فيه بوتاسيوم ثم فيه السيلينيوم نراحد على أن الحيوان الوحيد الذي يوجد فيه السيلينيوم هو السمك وأن السيلينيوم يوجد في بودور القرعيات ويوجد في أشياء أخرى بودور القرعيات والكمأة يعني فطر الكمأة هذا الترافلز هذه موجودة يعني عليهم كل الفطريات الفطريات كلهم يعني هذه مش الكمأة فقط يعني الفطريات هم معروفين على أنهم مصدر السيلينيوم شيء ما في البيض والمصدر الأساسي هو السمك والحلسون يأخذ سيلينيوم من السمك ويأخذ سيلينيوم يعني كمعدن السيلينيوم لا يوجد عند الحيوان ولا يولد كثيرا في الطبيعة في سيلينيوم وفي الزانك غريب أن معدن الزانك هو موجود في بودور القرعية وموجود كذلك في فواكي الجاف وموجود في النشوية وموجود في السمك زنك موجود في السمك وهو معدن فطريات كذلك يعني هذا والزنك موجود في الحلزون يعني تركيبة من حيث الفيتامينات غاربة أن فيه الفيتامين باء 12 وباء 2 وباء 6 وفيه فيتامين E بالفرنسية الأنجليزية E والفيتامين E يوجد في زيوت النبات يعني في نوار الشمس ويوجد في اللوز والجوز هذه الفستق هذه كلها فيها فيتامين E هذا فيتامين ضد الشيخوخة هذا توكوفيرول توكوفيرول يعني لا يوجد عند النبات قليل جدا عند النبات لكن توكوفيرول يوجد يعني في الحلزون شيء غريب لأن توكوفيرول خاص بالمواد الزيتية المواد الغذائية الزيتية اللي فيها زيت فيها توكوفيرول كل المواد التي فيها زيت فيها في ذلك بذور طرعية كلها فيها يعني فيتامين E وهذا العلي نوار الشمس ليس نوار الشمس فقط إنما كل الحبوب الزيتية كلها والحلزون في فيتامين A الفيطامينات بقى 12 بقى 2 بقى 6 فيتامين E ومن حيث الأملاح المعدينية فيه يعني بوتاسيوم كتر من السوديوم يعني ليس فيه سوديوم تقريباً يكاد ينعدم ثم فيه معدن النحاس ومعدن السيلينيوم ومعدن الزنك ثم الحديد والمعدين الأخرى ولكن قاستيلينيوم والزنك يعني من النحاس كذلك قاستيلينيوم والزنك هما المعدين لك يمتاز بها يعني هذا الحلزون فيعني كل التركيبات الكيموية غريبة جداً كل التركيبات الكيموية لا نجدها في الطبيعة فهو يجمع تقريباً كل هذه الأشياء الحمدية الدهنية الغير مشبعة البروتينات 16% يعني هذه البروتينات الحمدية الأمينية كلها بما في ذلك اللايزين يعني اللايزين يعني ما بين النبات وما بين الحيوان يعني ليس مرتفع في اللايزين ولكن ليس منخفض ثم التريبتوفان كذلك بين الحيوان وبين النبات يعني ليس يعني التريبتوفان مرتفع لكنه يعني متوسط يعني أشياء يعني سبحان الله يعني أشياء يعني غريبة جداً ثم من حيث الدهنيات يعني الحمضيات الدهنية الغير مشبعة أكثر من الحمضيات الدهنية المشبعة ثم المتعددة الإشباع أكثر من الأحادية بولي أنساتيوريتد أكثر من المونو أنساتيوريتد ثم يعني معادن عدنا سيلينيوم الزنك عدنا سيلينيوم الزنك عدنا يعني اللي موجودين في السمك ولي موجودين في أشياء قوية ثم بوتاسيوم يعني بوتاسيوم موجود في النبات وليس في الحيوان ما هي أشياء غريبة جداً كذلك والأشياء الأخرى أنه بعد الفيتوستروجينات بعد الفيتوكيميكولز بعد المكونات فيتوستروجينية مدودة عليها هي خاصة بالحبيبات يعني خاصة بالبودور meaning مثل السمسمment الكتان مثل عب السوداء مثل هذه السناه والسانوت والكروية والحلبة يعني هذا الحب رشاد الآخر هذه الفيتوكيميكولز هذه الفيتوستروجينات بستيرولات قليلة جداً الفيتوستروجين هي موجودة تقريبا في نصف المكونات الموجودة في البقوليات أو القطاني وهذه المكونات عند السمك عند الحلزون تكاد تميز الأشياء القوية في الحلزون يعني تركيب الكيموية نفس المواد الغذائية الأخرى ولكن الأشياء القوية الأسرار فأسير الحلزون هو اجتماع الريبوفلافين ثم السيلينيون وصير الحلزون أن الحمضيات الدهنية المشبعة الغير مشبعة المتعددة هي أكثر من الحمضيات الدهنية المشبعة يعني غريب أن 57% كلها حمضيات متعددة غير مشبعة وهذه المادة سنرى فيما بعد هناك ميزة أخرى عنده ميزة قوية جدا سندكرها في الأسرار يعني الأسرار القوية التي تصلح لبعض الأشياء التي هي يعني لا يعلمها إلا أصحاب الميدان لا يعلمها إلا أصحاب الميدان لا يمكن للأشخاص أن يتجرأوا هذه الأشياء وأنك الريسبتور كان فاصل دموي A A بالفرنسية فاصل دموي A عند النساء على الخصوص عندهم ريسبتور وحده ريسبتور في التدي اللي يمشي مع هذا البزاق ومع الحلزون يعني النوعين يعني البزاق هو حلزون بدون يعني هذه فيمشي مع الحلزون وأن الحلزون من الأشياء التي تدخل في الأغذية أشخاص المناطق اللي كيتغداء على هدو تكون المرأة عندها فاصل دموي A هذا النساء هدو إذا اجتمع الحلزون مع زيت الزيتون مع السمك حمد الأوميغا 3 مع الفيتوكيميكولز مع المضادات الأكسادة مع الألياف الغدائية وأن عدم الكوليتوري فالنساء يعني المرأة لا تصاب بسرطان وحتى النساء المصابات بسرطان سنتكلم عن النظام الغدائي ومن جملة الأشياء اللي قد يندخلوها يعني هنا في بعض الأطوار يعني طور السرطان يعني هناك أطوار سنتكلم عن الحلزون كمادة قوية في النظام الغدائي ليست علاجية لا نكذب عن الناس نتكلم عن علاج نتكلم عن الأشياء التي تنفع الناس كي تكون المناعة مرتفعة ليبقى لهم الوقت ليتعالجوا لأن كل العلاجات في الأخير كل العلاجات الآن هي تخضع للنظام الغدائي أقول كل العلاجات تخضع للنظام الغدائي سنكررها وسنبقى نكررها ويعني هذا شعارنا من 1990 إلى الآن لا يمكن أن يكون علاج بدون تغيير نمط العيش